المعدونيات لم توجه ولم يوجه أي دعم لأصحاب المعدونيات والسيدة النائبة المحترمة تتكلم عن التاكسيات التاكسيات كائنين ثلاثة طبقات كائن المعدونية كائن مول التاكسي وكائن لتيسوك التاكسي نحن أعطينا المول التاكسي يعني المستغيل للتاكسي لماذا؟ لأن السائقين للتاكسيات لا تنعرفوا العلاقة التي لديه مع مول التاكسي يمكن أن يكون واحد خدمتين الآخر خدمت ثلاثة أو خمس أيام لم يكن لدينا هذه المعلومات في النظام المعلوماتي وماذا كان لدينا أن نعطيه الدعم بطريقة سريعة كان لدينا أن نبنيه على المعلومات المتوفرة في النظام المعلوماتي للوزارات الداخلية والمعلومات التي لدينا هي التي تعلقها مستغلي سيارة الأجر وهذا الناس هذا رابط بالإشارة من أن يدخلوا لكي يأخذوا الدعم سيقرروا لكي يقرروا لكي يقصبهم مع السائقين أو سيجعلهم لكي يروسهم إذا كانوا لديهم سائقين وهذه السائقين لا تصلوا لهم لهم حق لكي يتوجهوا للعمال والقياد في الأقاليم والقلوب النورة دعم ما توصلنا شي به إلى هذه الجلسة دي الأسئلة أرجع للموضوع ديال الطريقة ديال الدعم اللي قدمته الدولة المهنيين ديال النقل وكان واحد النقاش على المأدونيات من المأدونيات إلى آخره وضحت مرة أخرى بأنه الدعم ما توجهش لمواني المأدونيات وتنتكلموا على سيارة الأجرى ودعم قدمته الدولة لمن يستغلوا سيارة الأجرى تقولوا لنا علاش ما قدمته الدعم للسائق ديال هذيك السيارة حيث هو اللي يتعمل للغاز وال الجواب بسيط جدا ما عندناش المعلومة داخل النظام المعلوماتي ديالنا النظام المعلوماتي اللي عندنا اللي تنتبه عليه هو شكون اللي تستغل سيارة الأجرى هذا المستغل لهذا مطلوب منه إذا كان هو اللي تسوق السيارة وحده هذا الدعم يخليه عنده إلا كان تسوقه معه ناس أخرين وهو ما اللي تديروا القاز وال في السيارة اللي تكونوا خدامين يسوقوا تكسعارا قد يديروا القسمة بيناتهم وهو بوحده اللي يمكنه يعرف كيفاش يقسم معهم كانوا عنده جوج ديال السائقين وهو تريتهم قد يقسموها على ثلاثة كانوا غير جوج ديال السائقين قد يقسموها على زوج إلى آخرين وحنا طلبنا من هاد النس هادو اللي يدخلو في هادك المنصة يقولوا واش هما اللي تسوقوا السيارة بوحدهم ولا تسوقوها مع ناس أخرين وفي حالة تسوقوها مع ناس أخرين لتازموا باش يقسموا الدعم مع السائقين